السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكيف حالكم أصدقائي متابعين القناة فيوتر كوين وقناة بتسي ورلد عالم بيلكوين فيديو جديد على قناتنا القناة مهتمة بأخر أخبار العملات الرقمي طبعا بهذا الفيديو راح تتكلم عن أخبار مهمة على عملة الدوش كوين وممكن هاي الأخبار تفجر عملة الدوش كوين أمن باش في فيديو أصدقائي بتمنى تضغط على زر اللايك تشترك بالقناة فعل زر الجرس حتى يبصلك الجديد في عالم العملات الرقمي ولا تنسى انضم لقناتنا على تليجرام وحترق لك الرابط أسفل الفيديو والرابط كمان موجود في بنار القناة أقليكم هنا أصدقائي لبعد الأنترو طبعا أصدقائي بالأمس شهدت عملة الدوش كوين ارتفاع بالنسبة 7% لحد الآن عم نواجه مقاومة عني اللي هي مقاومة الإداع السنت وعندي مقاومة الثانية اللي هي مقاومة الثماث سنت طبعا دخلناها صفقة ارتفاع على جروب البي اي بي بسعر 9 سنت فاصلة 80 وهدفنا إن شاء الله هو الثماث سنت يعني عندي مربح تقريبا 22% سبوت وتقريبا 450% فيوتر هدفنا الآن هو منطقة الثماث سنت لكن أهدافي على المدى البعيد ممكن تفوق الثماث سنت هدفي كسر القمة الثماث سنت ونتجه إلى العشرين سنت لكن هذا الشيء بيحتاج التغريدة من إيلون ماسك وأعلان عملة الدوش كوين كوسيل الدفاع على تويتر طبعا اليوم دخل إيلون ماسك مقر تويتر وهو يرتدي تي شيرت عليه علامة الدوش كوين أو صورة شعار الدوش كوين طبعا هاي الصورة قدت إلى ارتفاع الأخير بعملة الدوش كوين بالنسبة 7% وطبعا كمان عندي مساحة على تويتر تكلم إيلون ماسك عن احتمالية إضافة الكريبتو كوسيل الدفاع وعلى الأغربح تكون عملة الدوش كوين هي وسيلة الدفاع تنزقها لازم ننوح على نقطة مغمة دوش كوين أو إيلون ماسك هو المالك الرئيسي لعملة الدوش كوين لكن عنده رئيس تنفيذي للعملة حتى ما تتم محاكمة إيلون ماسك في حال انهيار العملة أي مشاكل بتصير على العملة أو أي انهيار بيصير على عملة الدوش كوين بتم محاسبة الرئيس التنفيذي للعملة لهيك عملة الدوش كوين عنده رئيس تنفيذي محطوط شكليا يعني هو رئيس تنفيذي بالشكل فقط لكن الرئيس التنفيذي الصحيح لعملة الدوش كوين هو إيلون ماسك إذا صار أي انهيار بعملة الدوش كوين رح تم محاسبة الرئيس التنفيذي رح يطلع منه إيلون ماسك من هذه المشكلة بدون أي تعواقب هاي نقطة سيأت وضح عليها بشكل كبير وطبعا عندي تحرك كبير من الحيثان وجمع عدد قطع كبير من عملة الدوشكوين عم يستعدوا حركة كبيرة في العملة خلال 7 أيام القادمة وطبعا عندي يتكهن مجتمع التشفير أن مايكل سيلر رئيس شركة مايكروستراتيجي سيشتري عملة الدوشكوين طبعا حيثه شوهد وهو يتفاعل مع إيلون ماسك على تويتر طبعا نعرف مايكل سيلر هو الداعم الأكبر لعملة البيتكوين طبعا حاليا إذا اشترى عملة الدوشكوين عملة الدوشكوين ستنفجر بشكل كبير لهيك بعد فترة ممكن عملة الدوشكوين بعد مايقر إيلون ماسك عملة الدوشكوين كوسية الدفع على تويتر ممكن نشوف الـ 20 سنت والنصف دولار بهاي العملة أنا مخزن من هذه العملة للمدى البعيد وهدفي الأول هو الـ 15 سنت وهدف الثاني الـ 20 سنت أصدقائم قوصنا على هذا الفيديو أتمنى الفيديو يكونوا على إعجابك لا تنسى تشترك بقناة تفعيل زر الجرس في عالم أمنات رقمي مع السلامة دمتم بخير